طب دلوقتي انا جوزي مات وهو معاه فلوس كتير كويسة وهو كان معايشن في مستوى اجتماعي مرموك جايب لي بيت جايب لي عربية مصروف البيت كويس يعني معايشن في مستوى كويسة دلوقتي مات والوصاية راحت لأبوه خلاص دلوقتي هو بقى بابا يجيلي يقول لي ايه لا والله العيشة دي تبزير لا لا ده فلوس كي بتطوع على الأرض يبتدي هو يختار لي بيت تاني من حقه انه ينقلني من بيت انا مرتاحة فيه وكان جوزي مقعدني فيه يجيب لي بيت اصغر من حقه كوالي او كواصي يعني خلينا نقول ان كل الامور اللي علاقة بالتصرفات بيكون تحت بصر النيابة الحزبية ابتداء مدام فيه اموال للقاصر كل حاجة بيكون تحت ادارة النيابة الحزبية لكن كمين مين اللي بيعمل اجراءات مع النيابة الحزبية الواصي الله ينور عليك يعني مين اللي بيحرك المياه راقدة اصلا مين بيقول ان انا محتاجة او مش محتاجة هو الواصي بالزبط كده وبالتالي هو همزة الواصل ما بينه ما بينه النيابة الحزبية اذا انا رحت انا مالي الصفة وبالتالي انا مش هقدر اعمل حاجة اذا ايوة طبعا هو يقدر او يستطيع انه ينقني من مستوى اجتماعي الى مستوى اجتماعي اخر حتى لو بينهو يبقى قاعد كده يعني سايب ايده مش انهو بيعمل اجراءات دون عمل الاجراءات بشكل سلبي دون معنى ادق يملك طبعا للأسف يعني يملك انه خرجني من بيتي وينزلني من المستوى اللي انا عايشة فيه طبعا طب حاجة بعادية طب انا ازاي اولادي مثلا في مدارس كبيرة ومدارس الاب مدخلهم مدارس ايا كان المدارس بس في مستوى عالي فجأة بعد وفاته قالك لا انا احاولهم مدارس عادية طب ما ده ظلم طيب خليني اقولك بقى هنا ان فيه فرق بين حاجتين نتكلمنا فيه امان شوية اللي هي الولاية التعليمية وهنا هي حق للحاضن مين الحاضن هو القائم على شؤون الولاد اللي هي الدادة بمعنى ادق كده عشان نبقيه واضحين طبعا كانت بقى الام كانت ام الام كانت ام الاب اللي عليه الدور يعني في الحاضر لكن بيرعيهم دون السمح له بالتصرف في امواله يعني انا اراعي واغير واكل واشرب وزاكر واعمل كل حاجة بس ما اقدرش اجيب الفلوس اللي ادفع بيها الدروس طيب في الحالة دي من حق ان انا اخذ الولاية التعليمية لكن مش من حقي ان انا روح اجيب الفلوس اللي ادفع بيها فلوس المدارس فهم الفكرة فين؟ انا فهمت الفكرة يعني انتم متخلين يعني انا اربي وكبر وزاكر وكده الدادة زي ما ماها قالت لكن اروح اقول لهم مساء هاتوا فلوس بقى انا ودي مدرسة اكبر او عايز دروس خصوصية او العبوا رياضة اشترك له في نادي اي حاجة لا